من أخبار الزمالك نروح سريعا لأخبار القلع الحمراء اللي بيواصل الانتصارات خلال بطولة دوري نايل وحاطة عين وفي الشك بكل تأكيد على المركز الأول تسع انتصارات عزز بهم نادي الزمالك عفوا النادي الآلي وجوده في المركز الثاني وبيقرب من برمز واحدة واحدة طبعاً طبعاً انتصارات على أرض الملعب ولكن فوز التاسع وفوز اعتباري بسبب اعتصار نادي الزمالك عن مشاركة المباراة القمة 128 يمكن النهاردة فريق الآلي هيختتم تدريباته استعداد لمواجهة تلاقي على الجيش المقرر ان شاء الله تتلاقي ببكرة الساعة السبعة باستاذة كلها الحربية لقاء ده مؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمصابقة الدوري العام الآلي ما فيش شك انه بيقدم قورة ممكن قد تكون لا تعجب كثير من جماهير ولكن في الأخير النتيجة حتماً تصل للنادي الآلي أحياناً بيعمل مجود وأحياناً بدون مجود شخصية النادي الآلي بتفرض نفسها في كل المناسبات حتى لو المنافس كان أقوى كان أشرس كان أقرب لمنطقة مرمى النادي الآلي لكن في الأخير الآلي بتغييراته الآلي بوجود شخصيته داخل الملعب بيكسب المباريات بهدوء وبدون ضقيق هو ده الآلي اللي يقدر يخليك تشجعه وانت مطمئن على مدار التسعين دقيقة أياً كانت شكل منافس أياً كانت ظروفه حتى لو الآلي عنده كم كبير من الإصابات عنده كم كبير من الإجهاد عنده كم كبير من الرحلات عنده كم كبير من الغيابات الفنية لعلى لعيبة مؤسرة ولكن الآلي كعته مخيف في لعيبة بتقدم قرى غير منتظمة على مدار السيزون للعيبة النادي الآلي ينزل الآلي يغير لك شكل القرى في النادي الآلي عشان هو لابس تشيرت النادي الآلي في لعيب تاني في حارس مرمى بعيده مصاب يطلع مصطفى شبير من تحت الأرض يظهر يمسك وياخد كل الأضواء على مدار بطولة قرية وكلينشيت فبالتالي هو ده النادي الآلي في مدافع بقاله فترة مش جاهز وفي تاني واحد جاهز واتصاب يدخل اللي مش جاهز ياخد الضوء لأنه بيلعب في تشيرت النادي الآلي هي ده الشخصية اللي لازم كل واحد فينا يقدرها ويحترمها عند النادي الآلي لعيبت النهاردة باك يمين وانت أصلا باكش مال ما عندكش مشكلة هتلعب أحشان انت بتلعب في النادي الآلي لعيبت لعب وسط وروحت هنا هكو حطك قدام هتجيب جون عشان بتلعب في النادي الآلي فهي دي الإرادة المختلفة عند النادي الآلي لو حقك بتتابع الدور كويس هتفرج على التسع مباريات مع عدم مباراة الزمالك لأنه قلت نها ما تلعبتش والآهلك سيبها بشكل اعتباري فرجع على التمن اللقاءات من أول لما راح للاتحاد ورجع لعب الداخلية وبعد كده فرقه وبعد كده عدل الداخلية تاني وبعد كده كل هذه المباراة اللي انا اتكلمت وذكرتها قدامكم وحضركم على مدار التمن اللقاءات هتلاقي الآلي ما بيلعبش بس بيكسب بيكسب عشان هو عارف يكسب ممكن فينا قدامه تفضل قدامه حطها تحت الكورة وضغط عليه هو كمان ضغطها وحطتها تحت الكورة ومستنىها تغلط ومستنىها تفك مستنىها بس تركيزها يقل ديئة ديئتين الآلي يكسب هو ده الآلي هو ده اللي على مهرر السنين بتشوفوا بيتعامل مع كل المناسبات بهذا الشكل عشان بس نحط كل حاجة في مكانها خلال الساعات القليلة اللي فاتت اقرم توفيق خضع لتيست كده للفحص الطبي دكتور رحمد جبالله قال ان الراجل ده لسه امره ما تحسنش لكن هو الراجل اعلن قالك ان الراجل سليم وعنده قدمة بسيطة فوق الرجبة فمن تالي الضوء اللي اخضر عندك يا عموكولر عاوز تشاركه عاوز ما تشاركوش الموضوع بالنسبة له اموره تمام وزي الفل كمان من اهم النقاط الايجابية المستر كولر المدير الفاني لفريق ان اكتمل صفوف الفريق بعودة عمر كمال عبد الواحد وده من العيبة اللي بقول حقه جوكر بلعب في الوسط بلعب يمين بلعب شمال بلعب وينج فالرجل ده موجود فهو طبعا ما شاركش بسبب الاصابة الرجل كان عنده شد في العضلة الامامية بعد كده نفس برنامج تأهيلي اشتغل عليكة الدكتور احمد جبالة معاه فهو جاهز لمشاكة في طلع الجيش لو حابب كولر اهلا وسهلا بعيدا بقى عن مباراة الايلي وطلع الجيش بنتكلم عن تفاصيل صغيرة وهي تفاصيل علاقة اللعيبة ببعضها طائر محمد طائر لعب الايلي ودع زميل الفرنسي انتوني مودس مواجم الفريق خلاص النهاردة اخر ايام مودس في النادي الاهلي وقال له انا سعيد على الاستجرام قال له في رسالة نصية ساعدت باللعب بجوارك يعني والتدريب معك يا اخي اكيد لمسة يعني بتدل على الاحترام والتقدير وفقا لما تنص عليه الحياة التقدير والاحترام يعني ده اللي هيفضل بيننا هي دي سنة الحياة ان انا قابل شخص وتعالعب معاه واشاركه في ظروف صعبة وظروف حلوة وتفضل العلاقة اللي تمتد منها وبنبعد على مر السنين هي العلاقة الودية مودس لعب كبير بالارقام لعب في نادي كبير بالارقام لكن ممكن ما يكونش هو مهاجم النادي الاهلي بالارقام هي ببساطة وبدون يعني الدخول في تفاصيل مهاجم تم التعاقد معاه وفقا لنسب المشاهدة اللي شافتها الادارة اللي تعاقدت معاه شايفينه على الورق مناسب شايفينه داخل الملعب مناسب داخل التمرين مناسب قدم اهداف للنادي الاهلي لم يكن له رصيد كبير عند الجماهير وفقا للظروف اللي تحط فيها يعني الجماهير ما حسيتش ان هو واحد منهم ودي مهم جدا عشان بس اتكلم في نقطة مهمة ليست فقط الارقام هي اللي بتحسم امور كتير جدا الجماهير بتبقى محتاجة حد منهم شبههم فمودست لم يكن عند الجماهير في ظروف كتير جدا وفي الاخير هي دي الكورة والبقاء والرحيل ده معتاد في كرة القدم فمودست خارج حسابات النادي الاهلي وخارج دائرة جماهير النادي الاهلي ولكن في الاخير هو قدم ما يستطيع ان يقدمه في الفترة الماضية اشتركوا في القناة